اللي بتواجه الاهلي مش بس في المنافسات حتى على صعيد المهام الإدارية الكبيرة المهام الإدارية الكبيرة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي يمكن الفترة اللي فاتت زي ما قلتنا لحضراتكم قبل الاحتفال الكبير اللي أقيم لتكريم قادة وأبطال حرب أكتوبر من أعضاء النادي الاهلي ومنتسبيه حرص كابتن الخطيب على الحضور لكنه في الفترة الأخيرة الحياة عنده ألام شديدة كانت في العمود الفقري حالة دون حضوره دائم للنادي وحيضطر كابتن الخطيب لدخول أحد المستشفيات غدا علشان يتم حقنه حقنة بالإشعاع هو راجع كان دكتور عمر ناصف فترة اه اتفضل الدكتور عمر ناصف الطبيب اللي حيقوم بإجراء هذه الحقنة حقنة بالإشعاع في أحد مراكز الأشعة الكبرى بعد فترة علاج خضع لها الكابتن الخطيب تحت إشراف ومتابعة الدكتور ياسر المليجي أيضا كل ده انتظارا لمرحلة تكون مناسبة إن شاء الله في الفترة اللي جاية للسفر إلى ألمانيا لأنه من الواضح أنه كابتن الخطيب حيكون مضطر أنه يعاود زيارة الطبيب الألماني اللي كان أجراله عملية العمود الفقري لكن بالتأكيد بعد الانتهاء من بعض الارتباطات المهمة باشوانت هو الكابتن الخطيب لما راح لفترة العلاج الأولى ما خدش العلاج بالجرعات الكاملة بتاعته واضطر يرجع وقتها كان فيه ظروف خاصة تخص النادي كان لازم من أن تواجده فرجع ورجع الفترة كمان بتاعت النظام الأساسي للنادي اللايحة اللايحة خادت مجهود كبير جدا وجوالات مكوكية ومجهود بدني مؤكد إن أثرت حتى على المرحلة العلاجية اللي كان خادها فهو يعني يعاني من ألام شديدة لما تقابله هتلاقي رجله تعبا جدا وفي كل أحوال المرات دي بقى مفروض إنه هو إذا راح يتعالج يتعالج صح ويرجع علشان الأمور بالنسبة له تتنظمه وفي نفس الوقت ما يضطرش كل شوية يروح يعمل حاجة ألف سلامة للكابتن الخطيب وبإذن الله كل الأهلوية يطمئنوا عليه